أهلا بكم في درس جديد من قناة تعلم الإنجليزية مع أميرة في درسنا النهاردة هقدم لكم أفعال مركبة في اللغة الإنجليزية باستخدام الفعل جو تعالوا نبدأ الدرس نستخدم هذا التركيب عندما نتحدث عن مكان آخر نود الزهاب إليه لكنه يقع بمنطقة أقل خفاضا من المنطقة التي نحن فيها أمثلة أحب التاكس في فلوريدا بالشتاء أعتقد أنني سأذهب إلى هناك أستطيع سماء هاتفي رنسة في الطابق السفلي هل تستطيع الذهاب إلى الأسفل وتحضره؟ تستخدم لدعوة شخص ليدخل عبر مدخلا إلى بناء ما أمثلة؟ أهلا بك إلى حفلتي تفضل إلى الداخل الرجاب فالجميع هناك يشهر هذا المصطلح إلى الذهاب لمكان في أي اتجاه عام أمثلة؟ 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 سأذهب إلى المنزل الآن اذهب للمنزل يستخدم هذا التعبير للوصف شخص ما بأنه أصبح غاضب جداً أو أنه فقد أعصابه بسبب ما أمثلة هل لحظت كم غاضبت؟ لم أرها غاضبة أبداً بهذا الشكل يستكشف أو يتحقق أمثلة ما هذه الضقة؟ سأذهب وأتحقق تعبر هذا المصطلح عن تهديد لشخص ما عندما يرغب بتحدي شخص آخر أمثلة إذا أردت سرقة نقودي يجب عليك أن تتجاوزني إن استطعت جو ستري عندما يقترف أحداً ما مشكلة أو أنه لا يقوم بشيء بالطريقة الصحيحة يمكننا استخدام هذا التركيب أمثلة يؤسفني أن أرى على هذه الحالة من السوق بعد أن بدأ بتعاطي المخدرات يستخدم هذا المصطلح لوصف شخص فقط كل ما يملكه من النقود أو أفلس أمثلة إذا استمرت بشراء الأغراض الغالية فسوف تفلس وبكده يكون درس النهار دا انتهى وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله